وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأمر الثاني الأمر الثامن مشهد المعية الخاصة أعني معية الله سبحانه وتعالى التي اختص بها جل وعلا عباده الصابرين المتقين المحسنين فإذا دعته النفس إلى المعصية صبر واتقى الله عز وجل وخاف عقابه سبحانه فيفوز بمعية الله الخاصة كما قال الله تعالى إن الله مع الصابرين قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والعون والتأييد والتسديد فيشهد هذه المعية ويحرص على أن يكون من أهلها فيصبر عن المعصية التي تدعوها إليه نفسه ويتق الله سبحانه وتعالى بتجنب ما يصفط الله عز وجل ويحسن في عباداته وأعماله ليكون من أهل هذه المعية الخاصة ترجمة نانسي قنقر